اهلا بكم من جديد في حوارنا مع دكتور محمد البرد دكتور محمد هجوم الأخير اللي قامت بيه إسرائيل عليك والدعاءات صحيفة معاريف بأنك كنت متواطئ مع إيران في قضية ملفها النووي إيه ردك؟ أردي زي ما كنت برد على أن أنا كنت سبب في حرب عراق كل ده كل واحد عنده أجندة بتاعته إسرائيل عندها أجندة عاوزة كنت أقول أن إيران عندها برنامج بتصنع النهاردة سلاح نووي وهو غير حقيقي ما شفناهوش أنا كنت كقاضي بأدي رأيي اللي بشوفه إسا أيوة في أسئلة بالنسبة لبرنامج إيران النووي إنها ممكن عملت دراسات إنها ما محدش قال ولا شفنا إنها بتصنع سلاح ولا عندها المواد اللي تصنع بها السلاح النووي وبالتالي دائما قلت إن إحنا بنهول من مخاطر البرنامج الإيراني النووي وإن حل في النهاية كذلك لا يجب إلا أن يكون عن طريق التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران لأن الخلاف في أساسه خلاف أيديولوجي صراع أيديولوجي في المنطقة إنما طبعا إسرائيل كانت عاوزة تستخدمنا كمصداقية الوكالة عشان تبرر ضربة على إيران أو تتخذ إجراءات عقوبات أكثر على إيران نفس الوضع بالضبط بالنسبة اللي حصل مع إدارة بوش بالنسبة للعراق إن كانوا عاوزين برضو ياخدوا الوكالة كغطاء لشرعية الحرب بتاعتهم ما أخذوش هذا واضطروا يروحوا حرب خارج الشرعية خارج الإطار القانوني وحصل اللي حصل اللي احنا شفناه يعني في كل مكان لا لا توقيت الهجوم عليك دلوقتي واتهامك إنك أنت متواطئ مع إيران غضوط الطرف عن برنامجها النهوية تفتكر أسبابه ايه حاليا دلوقتي الله أعلم يعني يجوز إنهم مش مبسوطين إن أنا هنا بأشتغل عمل سياسي في مصر بمناسبة صدور إن صدر قرار أو صدر تقرير جديد بيعني إلى حد ما بيقول إن إيران ما زالت ماشية في طريق البرنامج عسكري أيا كان الأسباب الحياة بس ده مش جديد يعني أنا أثناء وجودي في الوكالة دخلت فيهم في مشادات علنية كثيرا أثناء عمل هذا جزء من الصنعة زي ما يقوله يا عمر أنت بتعمل اللي عليك وأرضيتك أو زي ما قلت في جائزة نوبل مصداقيتك الوحيدة يعني المصداقية الوحيدة بتاعتك وإنك توقف على الأرض الحقيقة لكن ما زالت أيضا الاتهامات تلحظ فيما يخص موضوع وقضية احتلال العراق وإنك إديت كارت بلانش للأمريكان أنه هما يحتلوا العراق لما كنت قاعد وراك كولين باول ساعة ما كان يقول أن العراق فيها أسلحة ضمار شامل وقال كم مصمار على كم ده مش وجود هذا مش وجود الله في مصر في 192 دولة في الأمم المتحدة لو روحت سألت 191 دولة هيشيدوا ويطنبوا بدور الوكالة ودوري في أسناء حرب العراق لأننا أعلننا صراحة أن العراق خالية تماما من أي سلاح نوي بالنسبة لي وبالنسبة لزميلي هانز بليكس بالنسبة لأسلحة كماوية والبيولوجي النظام المصري كان بيشيد ويعتبرني جزء يعني من قرة العين المصريين لغاية سنة 2009 لما قلنا أن احنا ولا عاوزين توريس ولا بس مش مهم مين اللي يجي عاوزين تغيير أنا كنت قريب في الغردقة روحت من كم سنة كنت في الغردقة كان صورتي موجودة في مطار الغردقة بعد 2009 روحت صورتي اختفت من مطار الغردقة لأن تحولت من شخص حاصل يعني على جائزة نوبل أو شخص مصري شايف النظام الصابق هو اللي روج لفكرة أنك أنت كنت يعني اللي سمحت أو وديت الفرصة الأمريكان هم يحتالوا العراق بالطبع ده غير موجود يعني عندنا 6 مليون لينك على الواب فيه 3 مليون منهم بيتكلموا على دور الوكالة وأخذنا نوبل بهذا السبب لأننا واعتبروها أيامها أن احنا دي أن احنا حصلنا على نوبل وأننا أخذت جائزة نوبل ضربة في ركل يعني ركلة في ساق جورج بوش العالم كله ومصر كذلك لغاية 2009 إنما بعد 2009 أصبحت أنا مسؤولة على العراق أصبحت أنا متواطئ مع إيران أصبحت زوجتي إيرانية فيما خصت زوجتك جنسيتها مصرية مصرية ليس يعني لاجت أساس من الصحة أنها لها جنسية أخرى مصرية طبعا بتشوف التشكيك في محاولة الدخول في تفاصيل حياتك العائلية والتشكيك في جنسية زوجتك وزوج ابنتك وحاجات زي كده بتشوفه إزاي؟ بشوفه إن ده يعني نهاية نظام بشوف إن ده نهاية نظام الجرح لسه يعني بينزف وعشان كده الصديد لسه بيطلع وعشان نبتدي نبني مصر الجديدة لازم نخلي كل الصديد ده يمشي إنما عمري ما بقف عنده بقى مش قدام هل المساد الإسرائيلي خطت فعلا لاغتيالك زي ما قالت وثائق ويكي لكس في غصص الماضي؟ معرفش يا عمر والله عندك أي معلومات؟ لا حقيقة أنا معرفش أنا لا أعرفه إنه تبعا كان ده حقيقة يعني إنه بيتصنطه على التلفوناتي وكان فيه تهديد ليا من جهات مختلفة جماعات متطرفة إنما حقيقة ما أعرفش هل الرئيس السابق مبارك حاول يختالك فعلا؟ برضو ما أعرفش وما أعتقدش عشان أكون صادق يعني ما أعتقدش طيب اسمح لي أننا أنقلك بعض التساؤلات اللي جات لنا النهاردة من على موقع اليوم السابق أو من على تويتر أو من على فيسبوك واسمحني نحن نأخذ إجابات سريعة عن هذه المعونة سؤال من محمد عدل بقولك هل إذا أصبحت رئيسا لمصر ستقبل المعونة الأمريكية لمصر؟ يعني إذا احتاجت المسألة مش مسبقة معونة بالطبع مسألة استقلاجية القرار إذا كانت المعونة بتؤثر على استقلالية قراري فمش هاخد معونة إنما أأمل طبعا في أقرب فرصة إن مصر تكون مش محتاجة لمعونة لا يمكن أن تكون دولة تقول على نفسها أنها مستقلة تماما وهي تعيش على معونة لو بقيت رئيس حيكون علاقتك علاقات مصر مع حزب الله وإيران وحماس إزاي كيف ترى؟ علاقة مع إيران أنا من اليوم ومن خمس سنين وقلت هذا للرئيس السابق مبارك إنه لابد تكون لنا علاقة طيبة مع إيران ولابد تكون علاقة مع حزب الله ومع حماس الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفضل الخلافات وإذا كان هناك خلافات أيديولوجية لابد منحلها بالحوار إنما إن أنا أعتبرهم أعداء ليه هذا غير صحيح هذا يضيف إلى رصيدي إن يكون ليه علاقات طيبة مع كافة الأنظمة وكافة الحركات في العالم العربي والعالم الإسلامي ده هو مجال الحيوة دكتور محمد ترى هتلغي اتفقية كام ديفيد مع إسرائيل لو أصبحت رئيساً لمصر؟ برضو ده سؤال سؤال جاء على فيزيبوك أيه ده اتفقية علي الشامي دميات اه اتفقية كام ديفيد ما أقدرش إن أنا أقول إن أنا حلغي السلام مع إسرائيل يعني لابد أخذ خطوات محسوبة لابد النهاردة هل أستطيع إن أنا ألغي السلام مع إسرائيل دي مسألة مسألة ما لابد عشان أعمل حاجة زي كده أدرس عواقبها كرئيس دولة لابد أشوف هل ده هيقبل من على أقل مراجعة الاتفاقية مراجعة الاتفاقية بالطبع إذا كان مراجعة بالنسبة للقوات على الحدود إذا كان يعني في الاتفاقية السلام وفي يعني وفي العلاقات التجارية علاقات التجارية دي طبعا بقطع من ليست جزء من الاتفاقية وممكن مراجعة إذا كان قوات الموجودة في سيناء وأنا عارف إن كان فيه تطرف في سيناء وإذا كنا محتاجين قوات لابد أنه راجع هذا إنما هل حل القضية الفلسطينية حيكون بقطع بإنهاء الاتفاقية مع إسرائيل لابد يعني المسألة ما هيش مسألة عطفية مسألة عقلنية أنا في رأيي دايما أقول إن حل المشكلة الفلسطينية لن يكون عن طريق الحرب وإنما عند يكون عن طريق خلق عالم عربي قوي يتكلم عن المعرفة والحداثة 400 مليون عربي يصدره وينافسه وفي هذه الحالة المشكلة الفلسطينية ستحل من تلقاء نفسها وأستعمل رصيدي الاقتصادي والسياسي إنما إحنا النهاردة في العالم العربي قاعدة وبالتالي مفيش توازن قوة وبالتالي إسرائيل هنا وإحنا هنا إنما الحل إننا أقول إننا حلغي التفاقية يعني ما هواش ده الحل اللي حيحل القضية الفلسطينية ومش عاوز يعني أضيف لمشاكل الشرق الأوسط إننا أقول إننا حلغي التفاقية الكامل ديفت مش هي ده الحل طب حالة تستمر في تصديل غاز لإسرائيل؟ ده ده مش جزء من التفاقية وده أنا قلت قبل كده ولا أنا أعرفه من الخبراء يا عمر إن إحنا محتاجين الغاز ده صدرنا الغاز لإسرائيل وتصدره للأرض وتصدره لأسبانيا وما صدر ما وصلناه وش للصعيد يعني دي مسألة اقتصادية وممكن إذا اعتقدت إن إسرائيل لو توفي بالتزامات تبقى للفلسطينيين من حق إننا ألغي التفاقية الغاز مع إسرائيل ليست هذا إنما في نفس الوقت لازم أشوف في عقد وفي تحكيم مش عاوز ألغي هذا وأنا بأتكلم هذا بمصدقية عشان أدفع عشرين مليار دولار تعويت يعني كل المسائل دي ما نهياش أبيض وسود لابد والشعب كله يعرف إن إحنا عندنا مكبلين بقيود وعقود وواواوا لازم أبحث ما هو مصلحة مصر وتوقيت اتخاذ القرار على تويتر محمد سامي بيسألك ليه المحاكمات العسكرية بتحكم المدنيين ومش بتحكم مبارك وهو أساسا عسكري إحنا بنقول إن أنا مهما كان قام بيه الرئيس السابق لابد أن تكون له محاكمة عدلة وكذلك كل اللي معاه والنظام محاكمة عدلة وليست بطيئة أنا اللي أنا أود أن أذكر يعني المحاكمة دي كذلك مش هنوعد عشر سنين بنحاكم حسن مبارك والفرقة بتاعته يعني لابد كذلك القضاء المدني اللي إحنا بنتكلم عليه قضاء الطبيعي لازم ينجس إنما هل هو كان هو بيحاكم ليس بصفته كعسكري بيحاكم بصفته كرئيس دول وأنا بتكلم دلوقتي كرئيس القانوني ومن حق يحاكم أمام المحاكم المدني إنما السؤال الآخر لا يعقل أن حسن مبارك بيحاكم أمام محاكم مدنية والشباب بيحاكم أمام محاكم عسكرية يعني المحاكم العسكرية دي دي حقيقة ظاهرة أصبحت فريدة في نحة ويجب أن نغلق الباب نهائيا عاوزين بنحاكم أنا مرة قيل ليه أن دي عشان البلطجة طلع قانون عشان البلطجة إلغي قانون الطوارئ إلغي المحاكم العسكرية إنما طلع إذا كنت عندك ظاهرة بلطجة طلع قانون البلطجة إنما أنا عندي 12 ألف واحد قدموا المحاكم العسكرية وبرغم هذا ما عنديش أمن في البلد يعني لازم إحنا بنبني مصر جديد ولازم نمشي بالطريق إذا كنا بنتكلم طريق القانون طريق الديمقراطية طريق السليم حسن مبارك حيتحاكمه دام حكام مدنية ومن حق الدفاع عنه وكذلك كل إذا ما قولي حسن مبارك وأصبحت رئيسا لمصر تعفو عنه إذا الشعب المصري طلب إنه يعفو عنه حافي عنه إنما ما أعتقدش إن الشعب المصري راغب أو راضي أو قابل إنه يعفي عنه الأخطاء التي ارتكبها في حق مصر التجاوزات التي قام بها في حق مصر لا أعتقد إنه من حقه إنه يعفو عنه سمحنا نطلع فاصل إعلاني إحنا عندنا بس ننضب فيه يعني فترة نستكمل حوارنا مع دكتور محمد البلد